يبدو أن مشاهدة طائرات F-16 تحلق بقيادة طيارين أوكرانيين أمر بلغ الصعوبة والتعقيد بحسب صحيفة Wall Street Journal الصحيفة ناقشت خطة واشنطن لتدريب الأوكرانيين على المقاتلة الأمريكية وتحولها لمعضلة قد تستغرق وقتا طويلا اللغة الإنجليزية تشكل أساس المشكلة لدى طيار أوكرانيا ذوي الخبرة فافتقارهم لانفراداتها يجعل المهمة صعبة ويحول أنظار الولايات المتحدة إلى متدربي أوكرانيا الصغار الأكثر قدرة على التعلم على النمط الغربي المطلوب الأمر ليس بهذه البساطة تؤكد الصحيفة الأمريكية فبحسب خبراء سلاح الجو الأمريكي فإن التدريب الطبيعي على التحليق بمقاتلات F-16 ربما يحتاج لنحو عامين وهو ما يجعل مسألة امتلاك أوكرانيا لسرب من هذا النوع من الطائرات مؤجلا حتى ربيع أو صيف عام 2025 وما يزيد الأمر تعقيدا أن الطيارين الأوكرانيين مطلوب منهم الانتقال من التدريب لساحة المعركة بشكل مباشر دون التمتع بوقت من التدريب الحر بعد انتهاء التعلم على الطيارة أو المقاتلة الأمريكية وهو طبعا ما يزيد من احتمال الخطأ ورغم ذلك فإن المسؤولين في أوكرانيا مستعجلون ويطلبون فتح مراكز تدريب جديدة ومكثفة من شركائهم الأمريكيين فضلا عن البحث عن أشخاص قادرين على التوافق مع ديناميكية غربية لم يألفها الأوكرانيون في طائرات أو تدريبات الطيران الروسي المختلف